امنع شعرك من التساقط بتناول عشرة اطيمة مهمة الكثير مننا يعاني من تساقط الشعر خاصة مع تقدم العمر والسبب الاكثر شيوعا لفقدان الشعر يرجع الى اسباب وراثية فلا يمكنك تغيير جيناتك الوراثية ولكن من الممكن ان تصبح قادرا على تحسين حالة الشعر والعمل على ابطاء تساقط الشعر واذا كان جسمك يفتقد الى الفيتامينات الهامة وغيرها من المركبات الضرورية فقد يؤدي ذلك الى تساقط الشعر وتقصفه وظهوره على حالة هشة في هذه الحلقة نقدم لك اهم عشرة اطيمة مفيدة يمكن ان تساعد في منع شعرك من التساقط فالقيم بعض التغييرات على نظامك الغذائي يمكن ان يساعدك على ابطاء حتى وقف تساقط الشعر امنع شعرك من التساقط بتناول الحديد الاطيمة الغنية بالحديد قد تساعدك على التخلص من تساقط الشعر لكن يجب على النساء بعد انقطاع الطمث اللى تتعجل وتضيف الكثير من الحديد الى نظامهن الغذائي وينبغي استشارة الطبيب وفحص مستويات الحديد اولا وتشمل المصادر الجيدة للحديد اطعمة متعددة مثل البوباي والسبانخ فالسبانخ مريء بالمعادن والفيتامينات الرائعة الاخرى التي تساعد في الحفاظ على بصيلات الشعر وتجعلها بصحة جيدة كما ان اللحوم الخالية من الدهون هي الاخرى مفيدة في اضافة الحديد الى نظامك الغذائي امنع شعرك من التساقط بتناول الزينك فالزينك عنصر غذائي رائع للمساعدة في منع وعلاج تساقط الشعر وافهرت الدراسات ان الاشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر لديهم ايضا مستويات منخفضة من الزينك واذا كنت تحب المحار فانت محظوظ حيث انه غني جدا بالزينك واذا لم يكن المحار من الاطعمة المفضلة اليه فيمكن الاستمتاع بتناول السبانخ واللحوم الخالية من الدهون وبعض البقوليات والبيض امنع شعرك من التساقط من خلال فيتامين الف تميل الاطعمة الغنية بفيتامين الف الى ان تكون غنية ايضا بالبيتا كاروتين وهي من المكونات المفيدة للشعر كما ان البيتا كاروتين مفيد للبصر والمناعة ويساعد على الحماية من الاصابة بمرض السرطان ولزيادة نسبة البيتا كاروتين في الجسم ينبغي التركيز على تناول فاكهة البرتقال وتناول الجزر والبطاطا خصوصا في فصل الشتاء كما ينبغي ايضا تناول السبانخ لانه غني بالبيتا كاروتين امنع شعرك من التساقط من خلال فيتامين دال يقوم الجسم بالحصول على فيتامين دال الخاصبة عندما تتعرض لاشعة الشمس وهذا شيء رائع باستثناء ان الكثير من الناس لا يمضون الوقت الكافي في الخارج ولا يتعرضون لاشعة الشمس بما فيه الكفاية وهناك بعض الاطعمة الاخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين دال مثل التونة والسلمون والكبد وصفار البيض امنع شعرك من التساقط من خلال السيلينيوم من المواد المهمة للجسم السيلينيوم وذلك على عدة مستويات احدها تساقط الشعر والمناعة ويعد نقص السيلينيوم امر نادرا ولكنه من الممكن ان يحدث اذا كان هناك قصور في الغدة الدرقية او في حالة الاصابة بالفيروس نقص المناعة البشرية او الخضوع لغسيل الكلا او في حالة الاصابة بمرض كرون امنع شعرك من التساقط من خلال البيوتين البيوتين هو احد فيتامينات بي ويعرف باسم بي سيفن وفي حالة نقصه بالجسم يمكن ان يسبب تساقط الشعر وتلف الاعصاب كما يعرض الجلد ايضا للتلف وهناك طعمة عديدة بها كمية كبيرة من البيوتين مثل البطاطا الحلوى والبيض والسبانخ وقبل تناول البيوتين ينبغي استشارة الطبيب حيث انه يؤثر على كيفية عمل بعض الادوية الاخرى امنع شعرك من التساقط من خلال زيوت اوميغا من المعروف ان زيوت اوميغا ثري وسيكس مفيدان جدا للقلب والمخ وهناك ادلة على ان الاحماد الدهنية تعمل على وقف تساقط الشعر كما يمكن ان تساعد على اعادة نموه ويعتبر السلمون طريقة رائعة للحصول على اوميغا ثري كما يوجد العديد من الاطعمة الاخرى مثل الاسماك والمكسرات والزيوت من بذور العنب والسمسم وعباد الشمس وجوز الهند واليقطين امنع شعرك من التساقط من خلال الزيوت الاساسية الزيوت الاساسية عالية التركيز والزيوت المقطرة يمكن استخدامها في الطهي وتكون مفيدة بشكل كبير ومن المعروف ان زيت اكلي للجبل يستخدم كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات وقد يكون لتدليك فروة الرأس ببضع قطرات من زيت الرزماري بعد عملية الاستحمام نتائج رائعة ويستخدم زيت النعناع ايضا لتعزيز نمو الشعر امنع شعرك من التساقط من خلال العسل العسل وزيت الزيتون والقرفة علاج شعبي قديم لنمو الشعر وهناك ادلة على انه يساعد في الحفاظ على فروة الرأس والتخلص من الحكة ومن الافضل تدليك الرأس به وليس تناوله ويتم تسخين زيت الزيتون وتضاف ملعقتان كبيرتان من العسل والقرفة اليه ثم يتم تدليك فروة الرأس به ويتم تركه على الرأس لمدة عشر دقائق امنع شعرك من التساقط بتناول الزباد اليوناني سواء كنت تأكله او تدلكه في فروة الرأس فانه غني بفيتامين بي فايف وفيتامين دال وكلاهما يرتبط بتقوية بصيلات الشعر كما انه غني بالبروتين والكالسيوم وهما مادتان تساعدان على الحفاظ على صحة الشعر والعظام ومن الافضل تناول الزباد اليوناني قليل الدسم حتى لا تزيد السعرات الحرارية وتؤدي الى السمنة بمرور الوقت